السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم حبيبة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال انا فاتن فقاد وان شاء الله النهار ده هنعمل الكاب البندا الامور ده حاجة كده عسولة وكيوت لأ وكمان بربط يا جماعة علشان العالي اللي ما بيسبوش حاجة على دماغهم دول هي تربط مفيش مجال يا جماعة الجو برد لازم كله يلبس دلوقتي ان شاء الله هنعمله بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة اتمنى ان الفيديو يعجبكم وتستفيدوا منه ان شاء الله الاول لو كنتم مش مشتركين في القناة يا ريت يا ريت تشرفوني وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكو كل جديد بازن الله وكمان يا ريت تعملوا لايك يا جماعة عشان الفيديو وصل لأكبر عدد من الناس وده طبعا هيكون لكم فيه اجر الاول بقى كنت عايز اقول لكم حاجة الاول قبل كل حاجة بالنسبة للاكلوك اللي في الصورة هسيب لكم اللينك بتاع طريقته في سندوق الوصف لو حد حابب ان هو يشوفه ونما الفيديو ده هنعمل فيه الكاب بس آآ في حاجة بقى احبب اقولها في الاول هي ايه المقاس بتاع آآ القطر الدائرة اللي بنوقف عنده التزايد بتاع الكاب ده او اي كاب حابة تعمليه من فوق يعني لتحت بتعملي اللي هو بتزايد الدائرة ده ده بنوقف بنقيس القطر ده ونوقف التزايد عن ازاي بنعرف نزبط المقاس بتاع القطر الدائرة اللي بنوقف عنده بتزايد ازاي هقولك دلوقتي ايه الطريقة اللي انا بعمل بها ودي طريقة كويسة جدا واحسن طريقة بتزبط معايا بصراحة ما شاء الله جميلة جدا جربتها كذا ومرة وطلعت معايا حلوة او بنقيس دوران الراس او برضو هنزلك في صندوق الوصف جدول في مقاسات دوران الراس وارتفاع الكاب لو شخص اللي هتعمله مش موجود معاك بنقيس دوران الراس بقى او نطلعه من الجدول والرقم اللي نقيسه ده ننقص منه اربعة الاربعة دول بنقصهم علشان مطت الصوف الصوف بيمط وبيدي مقاس تاني فبنقص الاربعة سنتي دول علشان كده تمام وبعدين الناتج ليكن مثلا ان انا استدوران الراس وطلع معايا خمسين بنقص منهم اربعة يتبقى معايا ستة واربعين الستة واربعين دول بقسمهم على تلاتة واربعتاشر من مين والناتج بيكون هو ده الرقم اللي بوقف عنده تزايد الدائرة بس كده نبتدي بقى ونقول بسم الله بالنسبة للخطة استخدم خطة مهمولايا افريدي سوبر لوكس تمام ده خط ناعم وضد الوابع رحلو جدا للاطفال واستخدم معايا ابرة رقم اتنين ونص ايه تمام طبعا الابرة دي تغيرها بالنسبة للخيط وادخل جوه الدايرة واسحب الخيط وخرجه وخرجه من لفتين وخرجه من اللفتين اللي بقين بالشكل ده تاني ااخد لفة معايا على الابرة وادخل جوه الحلقة واسحب الخيط وخرجه وخرجه من اللفتين وخرجه من اللفتين اللي بقين اكمل اثنشر عمود بلفة وارجع ٤ خلص دلوقتي اثنشر عمود بلفهم ودلوقتي هقفل هاتسحب الخيط كده واقفل السطر في اول غرزة عمود عمال تاني ادخل كده واسحب الخيط وخرجه وخرجه من اللفة اللي معايا على الابرة كمان الشكل ده كده وبعدين ارتفع تلاتة سلسلة 1 2 3 وفي نفس المكان هعمل اتنين عمود بلف. ها. ادي اول واحد. في نفس الغرزة اللي انا قفلت فيها. بعمل اتنين عمود بلف. واروح على الغرزة اللي وراها واعمل اتنين عمود بلف. هادي واحد. اتنين. هكمل السطر كله فوق كل عمود اتنين عمود بلفة. وارجع لكم تاني. خلصت كده السطر ها. فوق كل عمود اتنين عمود بلفة. ودلوقتي هنقفله مع بعض. هدخل كده. اصحبت خطو خرج واخرره من اللفة اللي مع الابرة كمان. وهرتفع ثلاثة سلسلة. والسطر اللي عليه الضور بقى هيكون التزايد بتاعه ازاي. هيكون غرزة عمود بلفة. وغرزة تزايد. يعني غرزة من غير تزايد. وغرزة تزايد. يعني اول اول حاجة هادخل في المكان اللي انا هقفل كفير السطر كده او اعمل عمود بلفة. تمام? الغرزة اللي وراها هعمل فيها اتنين عمود بلفة. دي واحد. اتنين. في نفس الغرزة. اللي بعد كده هعمل عمود بلفة. اللي بعدها هعمل اتنين عمود بلفة. وهنكمل بقى ايه? السطر الاخر بنفس الشكل. هكمله للاخر وارجع لبطيل. والسطر كده زي ما قلنا هو دلوقت هنقفله مع بعض هتخل كده. اضحب الخيط وخرجه. وخرجه من اللفة اللي معي على الاجراء كمان. وارتفع ثلاثة سلسلة. ارتفع العمود العادي. والسطر اللي عليه الضور بقى التزايد بتاعه هيكون ايه? هيكون اتنين عمود. والعمود التالت هعمل فيه تزايد. يعني فوق العمود الاولين ده. احنا قفلين في السطر. عمود. الغرزة اللي وراه كمان. عمود من جرد تزايد. التالتة بقى هي اللي عمل فيها تزايد. هنا. في نفس الغرزة هيها. هدخل تاني وعمل كمان عمود بلفة. الشكل ده كده. وهكمل بنفس الشكل. عمود. الغرزة اللي وراها كمان عمود. الغرزة اللي بعدها بقى دي اللي هعمل فيها التزايد. اهي. في نفس الغرزة. هدخل تاني وعمل كمان عمود بلفة. هكمل السطر كله بنفس الشكل. ودلوقت بقى هنكمل بتزايد الدايرة لحد ما نوصل لقطر التقارية اللي احنا هنعملها. انا بالنسبة للقطر اللي انا هعمله المفروض يكون 11 سنتي ونصف. تمام? فهعمل بطريق تزايد الدايرة لحد ما وصل ل11 سنتي ونصف. طيب ايه هي طريق تزايد الدايرة بقى? احنا عملنا اول سطر اتنشر عمود بلفة. اللي بعده عملنا تزايد في كل الغرز. اللي بعده عملنا غرزة وغرزة. اللي بعده هنعمل ايه? غرزتين وغرزة بس تزايد. اللي بعده هيكون تلت غرز وغرزة تزايد. اللي بعده اربع غرز وغرزة تزايد. اللي بعده خمس غرز وغرزة تزايد. وهكذا لحد ما توصلي لحد الكتر اللي انت عايزاه. وبعدين توقفي التزايد. وتشتغلي فوق كل عمود عمود. دلوقت انا هشتغل بقى بنفس طريق التزايد اللي احنا قلناها دلوقت دي. لحد ما وصل ل11 سنتي ونصف. وارجعلكم تاني. علشان ده المقاس اللي انا هنفسه. فلصت كده الكتر اللي انا هعمله. وبالنسبة المقاس اللي طلع معي. انا طلع معي المقاس ده. المفروض ان انا كنت عايزة 11 ونصف. بس ما نفعش هلا انه يبقى 12 لان طبعا وقت العمود السطر الواحد فيها بيزود 2 سنتي في الكتر. تمام? فاهو. طلع معي كده. يعني هو تقريب عن 12 سنتي. بس مش مشكلة يعني عادي. انا كده كده عاملة حسابي ومنقصة في المقاس الاول اربعة سنتي. تمام? طيب دلوقتي هعمل ايه بقى? هشتغل فوق كل عمود. عمود. من غير بقى لا تزايد ولا تناقص. لحد ما جيب قبل الطول اللي هو طول الكاب في الجدول او لو الشخص اللي عندك قبل طول الكاب مثلا باثنين سنتي. عشان ندخل اللون الاسود. كفاية اثنين سنتي او او ثلاثة سنتي. انا بالنسبة للطول المقاس اللي انا هعمله المفروض يكون آآ ستتاشر سنتي. فانا هعمل لحد ما يجب لي طول آآ تلاتاشر سنتي او اربعتاشر سنتي. وارجع لكم تاني علشان ندخل بقى اللون الاسود ونكمل التاج مع بعض. خلص كده وصلت المقاس اربعتاشر سنتي اهو. ودلوقتي هدخل اللون الاسود بقى عشان اعمل بيه سطرين. في الطرف كده. هدخل باللون الاسود ازاي? هجيب اللون الاسود كده. وانا بقفل السطر. هدخل من هنا كده. واسحب الخير الاسود. هو اللي قفل به علشان ارتفع به تلاتة سلسلة. وكمل شغل عادي هعمل بقى سطرين. اشد بقى الخير ده كده. وده كمان علشان يبقى كده الشغل المتناسب. كده ما يبقاش فيه شكله ما يبقاش فيه اختلاف. هاقص بقى الابيض. كده خلاص الابيض هشيلو. وهعمل سطرين بالاسود. بالنسبة الطريقة اللي احنا بنعملها وارجع ده الاااااااا السطرين اللي باللون الاسود. وبقى المقاس معايا ستاشرة سنتي. ده تقريبا كده المقاس اللي احنا عايزينه بالنسبة للمقاس اللي احنا شغالين فيه. دلوقتي بقى هنعمل الحتة بتاعت الجوانب بتاعة الروباط اللي هي بتبقى نزلة على الودن دي. تمام? هعمل ايه هجب ماركر واعلم كده الجانب ده. والجانب ده. بالشكل ده كده. علشان ابقى عارسها بس بالضبطة نشغلها فين. ودلوقتي هشتغل غرز حشو لحد قبل الماركر دي بخمسة عمود. تمام? اشتغل غرز الحشو دي بحد قبل الماركر بخمسة عمود بلف. تمام? علشان انا بقى اشتغلت من الناحية دي خمسة ومن الناحية دي خمسة. فهنتفع دلوقتي اتنين سلسلة لان غرزة الحشو هاعتبرها كأنها سلسلة. وهعمل في نفس المكان عمود بلف. في نفس المكان اللي فيه غرزة الحشو الاخيرة. تمام? وعد واحد اتنين تلاتة اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشر. وبعدين هعمل ايه دلوقتي هرتفع ثلاثة سلسلة. وهرف الشغل بتاعي. واعمل ايه? هفوت الغرزة الاولانية دي مش هشتغل فيها. اروح على الغرزة اللي وراه على طول واعمل عمود بلف. تمام? وهكمل عوامد بلفل حد ما وصل لأول عمود كنت عملته بالشكلة ده كده وصلت كده لأول العمود اللي قبل الاخير تمام? هشتغل هنا العمود ده والعمود الاخير ده مش هشتغله العمود الاخير ده مش هشتغله هرتفع تلاتة سلسلة على طول ولف الشغل واعمل ايه? افوت الغرزة دي واعمل في الغرزة اللي وراها عمود بلف علشان يديني انسية ما يبقاش ما تبقاش الحتة مستطيل انا عايزها تبقى مسلسة شويه تمام? فا دلوقتي بعمل كده بالشكل ده كده هسيب برضو الغرزة الاخيرة دي مش هشتغل فوقيها تمام? دلوقتي هرتفع سلسلة واحدة بسه وهلف الشغل بتاعي كده وهشتغل بقى افوت الغرزة الاولانية دي برضو واروح على الغرزة اللي وراها وعمل غرزة حشو غرزة حشو هاكمل غرزة حشو وفوق الارتفاعات دي اتبقى او العواميد اللي في الجوانب دي فوق كل واحدة منهم تلاتة غرزة حشو ها اعمل تلاتة مش عارفة اهو اللي سويت باين في الشغل ولا ايه بس يعني اعتمدوا على الصور با يا جماعة لانه مينفعش اوه والوان الكابدة لازم تبقى باللون ده يعني لو كان مش واضح يعني التصويق ودلوقتي هرفل الشغل كده وكمل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو وغرزة حشو اكي لحد ما وصل للنص هنا اهو خلص كده وصلت للنص كده زي نص القطعة اللي احنا شغالين فيها دي هبتدي من هنا بقى اعمل سلاسل بطول الرباط اللي انا عايزاها تمام هعمل مثلا اربعين سلسل اعملهم وارجعلكم تاني خلصت كده اللي اربعين سلسلهم ودلوقتي هنبتدي نشتغل فيهم ايه بقى عشان نرجع تاني هدخل كده واعمل منزلقة هدخل كده اصحب الخيط وخرجوا من اللفة اللي معي الابرة كمان كده هعملهم كلهم منزلقة لحد ما وصل لاخر الاربعين سلسل دور بالشكل ده هكملهم لحد الاخر وارجعلكم تاني خلصتها كلها ورز منزلقة اهو طول الرباط ده ودلوقتي هنشتغل بقى رجعنا للمكان اللي احنا كنا عاملين فيه اخر برزة حشو وهشتغل فيه غرزة حشو برضو وهكمل فوق كل غرزة حشو وغرزة حشو لحد ما وصل للجانب اعمل فوق كل ارتفاع من دول تلاتة غرزة حشو بس في قلبها بقى كده لان دي مش هرجع لها تاني مش هرجع فوق فعشان يبقى شكلها حاجة تمام? كده وارح الحتة اللي هي في النص دي اعمل فيها غرزة حشو برضو اروح هنا على المسافة دي ادخل جواها وعمل تلاتة غرزة حشو دي التلتة وده العمود الاولاني خالص اعمل فوق برضو تلاتة غرزة حشو اهي التلتة ودلوقتي هدخل هنا تأول غرزة وكمل بقى غرزة حشو كده الجانب ده خلط بالشكل ده بقى بالشكل ده معيه تمام? هكمل بقى غرزة حشو فوق كل عمود من دول غرزة حشو لحد ما وصل لقبل الماركر التاني ده بخمسة عمود وهعمل نفس اللي عملته في الناحية دي هعمله في الناحية التانية تمام? هكمل بقى الغرزة الحشو دي وعمل نفس اللي عملته هنا في الناحية التانية دي وبعدين لما خلصه برضو هوصل لحد هنا بقى بغرزة الحشو ونقفل الكاب وبعد كده نبتدي نعمل التسجين بقى بتاع وش البنده نكمل الخطوات دي وارجع نتقل خلصت كده الناحية التانية زي ما قولنا عملتها زي ما عملت الناحية الاولينية معاكم وعمل كده خلاص وقفلت الكاب وخلاص خلص كده ودلوقتي بقى هنعمل وش البنده انا عملت بالفعل القطع اللي هي بتاعت وش البنده ها الحفة بتاعت العيون والودان عملتهم بس انا هشرح لكم عمالهم على لون تاني علشان يبان يعني هوريلكم عمال قطع قطع ازاي نبتدي مثلا بالودن دي الودن هي بتبقى قطع كده بردوية وبتنطوى كده بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده هاعملها معاكم الاول هاعمل عقدات البداية كده وبعدين هاعمل عشر تلاسل واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر وبعدين اخد لفة معي على الابرة وفي الورزة رقم تلاتة تلسلة رقم تلاتة دي هلف للشغل كده وفي ظهرها اعمل عمود بلف بالشكل ده وكمان عمود بلف وكمان عمود بلف بقى كده عملت تلاتة عمود بلفة في الغرزة رقم تلاتة في السلسلة من الظهر ودلوقتي هكمل في الغرز اللي وراها فق كل سلسلة في اللفة اللي في الظهر غرزة عمود بلف لحد ما وصل للطرف الثاني وهعمل فيه ايه تزايد الغرزة الاخيرة يعني فلاص كده وصلت الاخر غرزة هاي الغرزة الاخيرة ديت بقى هعمل فيها تمانية عمود بلف دي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية وده الخط ده اشتغل عليه معايا وبعدين هكمل فوق العواميد دي بقى فوق كل عمود عمود لحد ما وصل للغرزة اللي في الطرف فوق كل عمود عمود وانا واخدى الخط معايا كده خلاص وصلت للغرزة الاخيرة اللي فيها التزايد ده هاي هعمل فيها كام هعمل فيها انا كنت عاملة في الاول كام ثلاثة عمود بلفة هعمل كمان خمسة عمود عشان يبقى هنا تمانية وهنا تمانية تمام؟ هعمل خمسة عمود عشان الارتفاع المش بحسبه واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ودلوقتي هعمل ايه؟ ادخل في الغرزة الاولانية غرزة العمود الاولانية اللي عملتها وارتفع اتنين سلسلة ثلاثة سلسلة ثلاثة سلسلة واعمل فوق كل عمود عمود من غير لا تزايد ولا تناقص دوراً بقى لحد الاخر وبعدين اقفلها يعني المفروض دي اكملها فوق كل عمود عمود لحد ما وصل للاخر وبعدين اقفلها طيب ده بالنسبة للقطع دي بالنسبة للقطع بقى اللي هي بتاعة العين دي هنعملها ازاي؟ هعمل عودة البداية برضو كده وابتدي اعمل ايه؟ ثلاثة عملت عودة البداية هوا هعمل تسعة ثلاثة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وبعدين هاخد لفة معي على الابرة وفي الغرزة رقم اتنين من ورا من الظهر كده اعمل نص عمود وكمان فيها نفسها كمان نص عمود وكمان نص عمود في نفس الغرزة في الغرزة رقم اتنين اعملت ثلاثة نص عمود ودلوقتي هكمل هنا بقى في الغرز اللي جنبها هنا نص عمود هدي غرزة ايه؟ واحد والغرزة كمان اللي وراها نص عمود وكمان اللي بعدها نص عمود ايه؟ خلاص كده هكمل بقى اللي بقين دول عمود بلفة اخد لفة معي على الابرة وادخل كده واسحب الخيط وخرجه وخرجه من لفتين من لفتين اهو هكمل كل غرزة سلسلة من دول عمود بلفة بالشكلة ده وصلت للغرزة الاخيرة هاي؟ الغرزة الاخيرة دي بعمل فيها تزايد هعمل فيها كام عمود بلفة؟ هعمل فيها عشرة عمود بلفة هاو دي واحد اتنين تلاتة تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة تمام؟ وبعدين اكمل فوق كل عمود من دول عمود بلفة لحد ما اوصل لغرز النص عمود اعمل فوقها نص عمود اهو كده تلاتة عمود بلفة اهم التالت اهو وبعدين فوق النص عمود اللي باعي ده اعمل نص عمود الشكل ده كده وصلت للغرزة الاخيرة اللي فيها تزايد هتكون فيها وهعمل كام انا كنت عاملة تلاتة نص عمود هعمل فيها كمان اربعة نص عمود هدي واحد اتنين تلاتة اربعة تمام؟ واقفل بقى في اول غرزة نص عمود كنت عاملها واسحب الخطوة واخرجوه هرتفع اتنين سلسلة وهكمل السطر ده كل فوق كل عمود او كل نص عمود كله هلفه داير ما يدور بغرز نص عمود لو حسيت ان هي مالمومة معاك افريدي فيها كده هتتفرج وهتبقى مظبوطة تمام؟ ويبقى كده قطعة العين دي كمان خذ طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنبتدي بقى نسبت نحط شوية شامع كده ونطوي القطعة بتاعت الودان دي عشان نبتدي نسبتها بمسدس الشامع كده انا سرعت الفيديو علشان بس الوقت ما يبقاش طويل وخصوصا ان اللي جاي يعني مش محتاجش ارحوية دو بس هنلزق الحاجات وطبعا لو حبت تعمليها خياطة مفيش مشكلة لو عايزة تعمليها خياطة عادي بس انا بفضل مسدس الشامع مع الصوف بصراعة بيلزق كويس جدا جدا واسهل واسرع بسبت العين كده وهي مقلوبة علشان القطعة السودة دي ما تلزقش سخونة مسدس الشامع بتخليها تلزق فناخد بالنا نلزق وهي مقلوبة لتحت ودلوقتي هبتدي اطرز الانف بقى بتاع البندة بالشكل ده كده بقبرة التنظيف اللي هي البلاستيك دي بلضم خيط من الخيط اللي انا شغالة بها عادي خالص اللي هو الخيط اللون القسود اللي احنا شغالين بها عادي وبتدي ارسم كمان الفم البق يعني بابتدي ارسمه كمان بالخيط كده رايح جاي بطريقة مفيش ابسط من كده يعني سهلة خالص روح على النهاية التانية عشان عامل الدحكة بتاعتي عشان بحب وبيضحك يا جبعة بس كده مانا اللي كن الفيديو عجبكم استفدتم منه استودعكم الله على السلامة اشتركوا في القناة